جوهان في التلاتين من عمرها بتشتغل ممرضة بس بتعاني من كل اللي حواليها وخاصة عائلتها مامتها وبابوها وكمان إخواتها اللي اتنين واللي متجوزين ومعاهم أطفال معانتها مع عائلتها لسبب من وجهة نظرها مش مهم وهو إنها لغاية دلوقتي لسه ما تجوزتش اللي بيدايقها فعلاً لقاءتها مع العيلة واللي كل حواراتهم حوالين الجواز والأولاد ومشاكل الأمهات مع الرضاعة وغيرها وهي على طول سكتة ما بتشاركش في الحوارات دي لإن ما عاشتش حاجة منها وأكتر حاجة بتضيقها لما يجي معاد الأكل ويكون مكانها وسط أولاد إخوتها مامتها شايفة إن هي الوحيدة الفاضية علشان كده تقدر تراعيهم عكس أمهاتهم المجغولين بأزواجهم وزاد الأمر لما مرات أخوها اقترحت عليها عريس زملها في الشغل قالت لها هو عنده مرض جلدي ومقتوع صوابع إيده في حدثة وهو صغير بس لطيف جدا وراجل عظيم في اللحظة دي ما قدرتش تمسك نفسها قالت بصوت عالي أنا مرتبطة الخبر كان مفاجأة جدا للكل مامتها مش مصدقة وعايزت قابل الشاب جوهان اتصرعت تاني قالت لهم هيكون معاي على العشا في عيد الميلاد كذبة صعبة جدا بس اضطرت ليها علشان تخلص من ضغط العيلة بس هي في مشكلة كبيرة جدا 24 يوم بس لازم تلاقي عريس صعب جدا لإنها بقالها سنين مش لاي الشاب المناسب والحقيقة ان مشكلتها بس مش مع عيلتها كأن العالم كله ضدها وخاصة مع أجازات أعياد الميلاد كل الهدايا الموجودة للحبايب بس حتى لو جت على نفسها واشترت الهدية بتكون برضو رحلة الفرضين حبايب عايزة تشتري نفسها بجامة بتلاقيها تنين واحدة ليها واحدة لحبيبها حبيبها اللي هو أصلا مش موجود ما عندهاش حل تضطر تشتري بس معاناتها بتزيد وتطلع همها في الأكل بتاكل طول الوقت في الشارع وكمان في الشغل الشغل مشكلتها فيه من سنين واللي بيخلوها تكون موجودة في كل أجازات الأعياد رئيستها في الشغل بتقول لها ده حالة لي مش متجوزة ولا مرتبطة ولا عندها أولاد ما عندكيش مسئولية يا إبانتي تشيل الشغل هي تعودت على كده بقى لها سنين على نفس الحال واللي بيكون معاها زميلها الدكتور هنريك يومها ما بيخلاص لغاية هنا لقاءاتها مع عزة أصدقائها واللي هم اتنين واللي اتنين متجوزين ولما بيتقابلوا بيكون معاهم الأزواج وكمان الأطفال وطول الليل الحورات بتكون على الأولاد والبيت والمسئولية جوهان لما تحب تغير الموضوع تتكلم عن إرهاق شغلها يقولوا لها أصلك ما جربتيش إرهاق الأطفال والصهر طول الليل معاهم كل ده بتحاول تستحمله لكن اللي ما بتقدرش عليه فعلا لما بتشوف حبيبها الأولاني اللي هجرها من سنين أول ما بتشوفه صدفة بتستخبه واليوم ده نزلت تحت الترابيزة بس خلاص كانت مش قادرة تتحمل أكتر من كده عينيها كانت مليانة دموع وهي بتسمعه بيتكلم عن مراته وابنه منها وقال ديه هو سعيد معاهم لما مشي وهي طلعت أصحابها زعلين علشانها جدا شايفينها خسرته فعلا كان شاب لطيف لكن هي قالت لهم إنه هو اللي سبني فجأة من غير أي سبب مع زميلتها في السكن يورجين قالت لها اللي حصل مع علتها وإنها كذبت عليهم وإن هي اضطرت تقولهم إن حبيبي هيكون معايا على عشر عيد الميلاد يورجين مش شايفة سبب أبدا علشان تكذب بالشكل ده اكترحت عليها تقولهم إنها كذبت ومعندهاش حبيب جوهين رفضت اللي اكتر واحدة قالت لها خلاص الحل الوحيد إنك تلاقي حبيب بس هي شايفة إن ده مستحيل 24 يوم بس وإن هي من سنين مش مرتبطة إزاي ده هيحصل دلوقتي يورجين عرفتها لنها تساعدها قالت لها لازم تفتحي قلبك وتنسي حبيبك اللي هجرك علشان تقدري تعيشي عرفتها لن تماث صاحب المقهى اللي بيعودوا فيه محضر حفل التعارف بكرة في مكانه جوهين شايفة إن دي طريقة تقليدية جدا وخلصت من زمان لكن طبعا ما عندهاش حل بديل وفقت على طول دخلت المكان واستقبلها فعلا سألته حعمل إيد الوقتي قال لها الموضوع بسيط جدا انت هتعودي وكرسي قدامك فاضي وواحد واحد هيوعد على الكرسي ده تتكلمه لغاية ما تلاقي الشخص المناسب اللي هتوعده ادالها قائمة بالأسماء وصاحبتها اخترت ليها أكتر الأسماء المناسبة ليها كانت مستعدة جدا وشايفان موضوع بسيط وحيحل ليها كل مشاكلها بدأت اللقاءات وقعدوا قدامها شباب فيهم العملي واللي بيحب التكنولوجيا واللي ما بيبطلش يضحك والمغرور برجلته واللي لابس بطريقة غريبة واللي ختم بقى اللي تكلم معا عن العلاقة الزوجية كلهم مختلفين بس اللي بيجمعهم حاجة واحدة بس ان ما فيش ولا واحد اعجبت بيه انتهت اللقاءات ولما سألها عملتي ايه عرفته انها مرتحتش لأي واحد فيهم وهي خارجة خبطت في شاب الورق اللي معاي وقع على الارض حست ان دي علامة زي ما بيحصل في الأفلام وانه هو الشخص المناسب وحيحبه بعض ولما عرفت انه هو كاتب ما بيحبش التكنولوجيا اتأكدت انه هو شبهها قالت انت فكرتني بفيلم موجود في السيليمة دلوقتي وعلى طول عرضت عليه يروح معيها هو كان مستغرب جدا في الأول بس وافق في الحلقة التانية رحت مع السيليمة فعلا بدأ يتكلم عن فيلمها المفضل انه هو أفشل فيلم شافه في حياته واول شيء ما عجبهوش الستات الموجودين في الفيلم قال لها كلهم مطفيين كأنهم تماثيل على الحيط تماثيل منتظرة راجل يتكلم نيابة عنهم وآخر حاجة قالها البطل اللي هي بتعشقه عايب عليه وأكتر مشهد بيخليها تعيط في الفيلم مع جبهوش وشافه مشهد هايف جدا وختم الليلة معاها لما سألها تاكلي طفاح قالت له لأ كأنه ما سمعهاش وجاب لها وبعد كده قال لها أنا اللي دفعت لازم ترسليلي الفلوس على حسابي في اللحظة دي عرفت ان مش هو الفارس اللي هيخدها على الحصان الأبيض ويحطها على عشاء لتها يورجل لسه عندها اقتراحات جديدة ليها حطت صورتها على مواقع للتعارف وفي ثواني دخل كتير علشان يكلموها صاحبتها اختارت ليها شاب يشتغل سباك بعد ما شافته وسيم جدا ودحكت وقالت لها حنقدر نجدد الحمام أخيرا وبعد ثواني قالت لها شكله شاب رومانسي جدا عايز يقبلك جوه اللعبة أول ما شافها كأنه يعرفها من سنين كان عشمان جدا وهي أول مرة تدخل لعبة زي دي اتصدمت لما أخدوا منها التليفونات وعرفت إنها مش تطلع من اللعبة دي غير لما تحل اللغز ما فاتش دقايق وطردوهم هما الاتنين من اللعبة ومنعوا لعريس إنه هو يدخل لمدة سنتين المكان بيبص لها ومش فهم إزاي يعملوا كده معاه قالت له يمكن لإنك كنت عصبي جدا ومجنون جوه كسرت ليهم كل حاجة علشان مش لاقي اللغز ومش كده وبس كمان كنت عايز تبصني حاولت تبعد عنه وأول ما شافت تومس ما صدقت قربت منه علشان ينقذها من الشخص اللي أصلا مش فاكر اسمه المريضة اللي بتراعيها في المستشفى مريضة مسنة اتجوزت وتطلقت أكتر من مرة لكن ما عندهاش أولاد والحقيقة إن ما عندهاش حد كمان بيزورها بتحب جدا جوهان وبتكون حريصة تضحكها قالت لها أنا على حفة المو بس ده بيخلي الحياة مسيرة أكتر وأي حاجة بعملها ممكن تكون الأخيرة في حياتي علشان كده بكون مستمتعة ولما سألتها عن موعدها الغرامية كانت الإجابة إنها كلها فشلت قالت لها ما تستعجليش في الحكم على الرجالة لازم تدلهم فرصة واتنين ومية علشان تعرى فيهم جوهان بتتحك قالت لها ده سرك علشان كده تجوزتي واتطلقت أكتر من مرة قالت لها تجوزت كتير علشان كنت بعجب الرجالة جوهان بتتمنى تكون زيها وحد يعجب بيها فعلا السيدة قالت لها ليه ما بتزريش جمالك قدامهم علمتها إزاي تمشي جوهان كان بتتحك لأن ده مش طبعها هي شخصية جد جدا لكن طبعا هي بتتحك لما يكون الأمر مضحك زي المهرج اللي بيشتغل معاها في المستشفى وبيدخل حجر الأطفال المرضى علشان يدحكهم مريض سياسي هو السيد إيريك بدأت تقوم بينهم صداقة وكلمها عن زوجته اللي توفت بس قال لها إن بعد موتها كان ليا مقاتل علاقات لكن ده ما يمنعش إن زعلت علشانها جدا لما ماتت صحبتها شايفة الأيام بتعدي ولسه ملاقوش عريس قالت لها أنت محتاجة شخص رياضي علشان يكون جريء ويدخل في علاقة معيك وفعلا عرفتها على ستاين وكان أول لقاء بينهم في الصالة الرياضية بتبص عليه ومعجبة بيه جدا شايفها وسيم وجسمه رياضي وكمان لطيف جدا وتقريبا بالنسبة لها ما كانش فيه عيوب وحتى اعتذر لها إن أول لقاء بينهم بيكون في الصالة الرياضية وبعد التمرين طلب منها يتقابله تاني كانت سعيدة جدا بطلبه وحست إن ده ممكن يكون العريس المناسب تاني اللقاء قابلها في رحلة بالنسبة ليها مش عادية كانت على الجليل قادت اليوم كله بتجري وراه علشان تلحقه وأول ما توصل لعنده هو يمشي ويسيبها رجليها تكسرت وتعبت ومقدرتش تمسك نفسها تعصبت عليه جدا وقالت له أنا طول اليوم بجري وراه فإننا بنلعب لعبة القط والفار اتأسف ليها وطلب منها يتقابله مرة تانية لكن هي قالت له مش حقدر عندي شغل وحتى رفضت إن هو يوصلها بعربيته ولما وصلت على المستشفى الكل بيبص عليها وعلى لبسها الرياضي لأنهم أول مرة يشوفوها مهتمة بالرياضة وقفت طبيب هنريك وقال لها لو محتاجة حاجة لكن هي بمنتهى لسرعة قالت له لأ سألتها زمنتها في الشغل عن اللقاءات الغرامية قالت لها كل اللقاءات فشلة كانت عصبية جدا مش قادرة تهدى كل اللقاءات اللي حصلت علشان تلاقي عريس كلها سيئة لما وصلت على بيتها انهارت فعلا لكن صاحبتها شايف أن لسه فيه أمل وأن هم بس اختاروا الأشخاص الغلط قالت لها الشباب الزغيرين هم اللي بيكونوا متحمسين جدا للحياة عرفت على شاب عنده 18 سنة جوهين مش مصدقة أصغر منها ب12 سنة لكن صاحبتها كان عندها رأي إن ده حيخلي حياتها مثيرة وإن السن ده بيكون كله طاقة راحت لعنده وقابلته الأول مرة ولما شافها رحب بيها جدا وأعجب بيها فعلا قال لها ما كنتش متوقع إن شكلك يكون أظهر من عمرك بالشكل ده قضوا ليلة طويلة وهم بيلقصوا والصهرة بينهم كانت فعلا مليانة طاقة زي ما صاحبتها قالت لها وآخر الليل روحت معاه لبيته والصبح هو بيتحك قال لها بابا وماما عايزيني قابلوكي مش مصدقة إن هو عايش معاهم استخبت منه ضحك وقال لها بهزر معاكي مفيش حد هنا في البيت غير نحنا الاتنين في الحلقة الثالثة أصحابها عرفوا إن في علاقة مع شاب عنده 18 سنة طبعا كانوا معترضين جدا لأنه صغير وإن هو لسه طفل بالنسبة ليها صاحبتها قالت لها إن في قاعدة بتقول إنه لازم يكون أكبر منك على أقل بسنتين لغاية 10 سنين وإن كده العلاقة تكون نكحة لكن السيدة المسنة في المستشفى كان لها رأي تاني قالت لها ما فيهاش حاجة لو أظهر منك بـ 12 سنة عيشي حياتك اللي أنت هترتاحي فيها ما تخليش حد أبدا يقولك تعيشي إزاي في الوقت ده دخلت رأسيتها في الشغل بتبص لها ومش مصدقة إنها سابت المريضة تدخن لكن المريضة قالت لها عندي 87 سنة وفعلا عندي انسداد واسجارة زيادة هتعمل إيه أكتر من كده وبعد ما خرجت قالت لها متأكدة إن عمرها ما استمتعت في حياتها أبدا سألتها تاني عن الشاب جوهان قالت لها مافتكرش إنه هو عينفة علشان أصغر مني بكتير وهي خارجة من المستشفى كان معاة خروج السياسي إيريك قال لها إنه عزمة على العشا لأنها تعبت معاة الفترة دي في المستشفى صحبتها لما عرفت إنه هو غني جدا وإنه هو كان وزير سابق ودلوقتي رجل أعمال معروف قالت لها إيه المشكلة عجوز معاكي بس غني عرفتها إنه نقطة ضعف السن ده الستات اللي في سنهم جوهان دي حكت على رأي صاحبتها بس وفقت وقررت تحاول كان أول لقاء بينهم في نادي صحي ولما دخلت معاه اتفاجت إن باباها ومامتها موجودين مامتها اللي تعرفت على إيريك لأنه كان زملها في المدرسة زمان وبدأوا الاتنين يحكوا عن أيام الدراسة في الوقت ده جوهان تأكدت إن الموضوع ده مش مناسب أرسلت رسالة لصاحبها اللي عنده 18 سنة سألته لو موجود في البيت وبعد ما تأكدت إنه هو في بيته استأذنت ومشيت وصلت على بيته بعد ما اختارت تاني تكون معاه لأنها بتكون سعيدة جدا جنبه رغم فارق السن اللي بينهم وهو لما شافها كان سعيد جدا بيها الصبح حضر ليها الفطار مش بصدق إنه عمل كل ده علشانها هو ضحك وقال لها اللي في سنك لازم يعيش شوية ضحكت على كلامه ومسكت له السكينة قالت له حموتك لما ركزت شوية قالت له اللي بيحصل ده غريب جدا رد عليها وقال لها غريب بس جميل وانت كمان جميلة في الحلقة الرابعة جوهان في المستشفى بتراسل جونس بتقوله إنها اشتاقت له جدا وعايزة تشوفه وهي مجهولة شافها المهرج اللي بيشتغل معاها في المستشفى بيحاول يتقرب منها ادي لها وردة صغيرة ضحكت بس ما أخدت هيش بعد كده ادي لها وردة ثانية أكبر برضو ضحكت لكن ما أخدت هيش وهو ما فقدش الأمل ادي لها وردة كبيرة قالت له لأ ومشيت وثابته وهي عند السيدة نيرة كانت كعادتها بتكلمها عن حياتها الشخصية والمغامرات اللي هي عاشتها قالت لها وانا شابة كنت جميلة جدا ولسه جميلة لغاية دلوقتي دخل عليهم الدكتور هنري واللي مش مركز في أسماء المرضى بيتعامل مع المريضة على إنها حالة وده عكس الجوهان واللي بتكون حريصة تعمل صدقات معاهم الممرضات كلهم بيجهزوا علشان الحفلة السنوية بمناسبة أعياد الميلاد وفي الحفلة جوهان قبلت العريس اللي بيشتغل سباك وقيف قدامها وكان متدايق منها جدا ازاي ترفضه بالشكل ده من غير ما تديله فرصة في الوقت ده جوهان بتبص على رؤون اللي بيشتغل معاها في المستشفى قالت له حسن أنا شفتك قبل كده وكأن في شيء بيشديني لي الدكتور هنريك قال لها إنه هو المهرج اللي بيشتغل معانا في المستشفى من سنين حسن بإحراق شديد جدا واعتذرت له قالت له أنا أسفة لإني مش متعودة على شكلك كده وبالصدفة برضو كان موجود معهم ستاين ولما سباك سكر جدا وتهجم على جوهان حصل تشابك بين الاتنين جوهان بتبص لهم مش مصدقة إنهما بيدربوا بعض بالشكل ده كانت عصبية جدا قالت لهم إيه هرمون الزكورة زايد عندكم فهم أن انتوا رجالة وشايفين نفسكم رقم واحد في الحياة وفي كل شيء قالت لهم صحيح إن دي طبيعة البشرية بس اللي مش ممكن إن كل واحد فيكو يفكر إنه هو لازم يكون رقم واحد كلكم كويسين لكن مش هنقدر ننكر لو العالم حولينا من غير رجالة كانت نسب العنف حتقلي جدا وتخلصنا من كل الأمراض التنسلية بسبب الخيانة الدكتور هنريك اتحمس جدا قال له كمان كنت خلصنا من كل النوبات القلبية قالت له فعلا عندك حق وكملت كلامها قالت لهم إحنا في حفلة استمتعوا بوقتكم بلاش تكونوا أشخاص سيئين بلاش محاولات إن انتوا تبهروا اللي حواليكم عيشوا علشان تستمتعوا الموضوع بسيط جدا في المستشفى الدكتور هنريك سألها لو في حد من الشباب قدر ياخد قلبك ردت عليه وقالت له ولا واحد فيهم قال لها ساعات بيكون اللي انت عايزاه جنبك وانت مش شايفاه ما فيمشش تلميهو ومشيته ثابته لما نزلت معالتها علشان يشتروا شجرة عيد الميلاد هناك شافت حبيبها القديم المرة دي معرفتش تستخبى منه وهو قرب منها وكان معا عيلته وأول مرة تتقبل الأمر وده لما شافته سعيد وسط عيلته وقديه هو بيحبهم وهما بيحبوه بعد ما مشي سمعت مامتها وهي بتقول كان شاب رائع جدا قديه احنا مفتقدينه أختها سألتها ايه اللي حصل بينكم علشان تسيبوا بعض قالت لها ما حصلش حاجة هو هجرني والموضوع انتهى في الحلقة الخامسة مامتها سفرت وطلبت منها تحضر مباراة بدلها مع باباها وهي معاه بالصدفة كان موجود ستاين واللي بيعشق الرياضة زي باباها بالزب واللي اتنين فضلوا يتكلموا عن الرياضة وهي طلعت الأكل زي عادتها لما تكون زي أنا بتاكل كتير جدا وفجأة استأذنت علشان تمشي ولما طلب منها يقابلها تاني قالت له هكلمك في المستشفى الدكتور بيحاول يتقرب منها وهي مش منتبهة خالص لمحاولاته واليوم ده كان السباك موجود في المستشفى مريض بعد ما تعرض للضرب في الحفلة وجوده في المستشفى كان سبب انه هو تعرف على زملتها واللي قالت لها لو ده حيديقك ماكملش معاه جوهان عرفتها ان ما فيش حاجة بينهم وانها سعيدة جدا علشانها يورجن بتحاول تفهم منها إلعب الليفستاين لانها شايفية شخص مناسب جدا قالت لها انه هو ضعيف الشخصية واكبر عيب عنده ان شبه بابايا شبهه في كل حاجة صاحبتها قالت لها ان اكتغذي 35% من الحاجات اللي بتتمنيها في حياتك هتقدري تكوني سعيدة والحقيقة عمرها ما هتديلك 100% من طلباتك في اليوم ده عرفت منها ان عيد ميلاد جيوناس قررت تحضر ليه قلب حلوة وهي بتجهزه كانت سعيدة جدا وفي الطريق طول الوقت كانت بتتحك لكن اول ما وصلت للحفلة لقيته بيرقص مع بنت تانية في سنه كان بيقرب منها وبيبصها وقفت لسواني قدامه وعينيها مليانة دموع وهو لما شافها جري وراها لما وقفها قالت له عيد ميلاد سعيد وهو قال لها ان البنت دي مش مهمة خالص عندي مجرد بنت ببصها وإحنا بنرقص وإحنا اللي اتنين بنقدي وقت زريف مع بعض لما عرفت انه ما عندوش اي مشاعر نحية البنت دي قالت له جي الوقت اللي انا اكون صريحة معي قالت له كمان مش فارق معايا سنك انت بتعجبني لكن هو كان ساكت ولما اتكلم قال لها ما افتكرش انها فكرة كويسة ان احنا نستمر في العلاقة دي عرفها ان هو مسافر علشان الجامعة بعد عيد الميلاد قال لها علشان كده صعب ابدأ في علاقة جادة قالت له طيب وفي المستقبل بصلها وقال لها انت عندك كل حاجة اتخركتي واشتغلتي وعندك حياة منظمة انا لسه ببدأ اللي انت خلصتي وكل واحد فينا في مرحلة مختلفة عن التاني قال لها انت في التلاتين ويمكن تكوني في السن اللي عايزة يكون عندك فيه اطفال وانا مش جاهز خالص للخطوة دي قالت له بس انا مش عايزة اطفال ما كانش عنده اجابة لها كانت بتبصله وبتعيط وهي شايفة رفضه قال لها انا معجب بيك جدا بس فعلا مش هقدر اكمل بصت له وكانت زعلانة جدا قالت له ليه فيك كل حاجة انا عايزيها بالشكل ده ومشي تثبته وهو كان حزين جدا علشانها وفي الطريق كانت صدمتها الكبيرة لما شافت باباها جنبه واحدة تانية ما تعرفهاش واللي كانت بتقرب منه وبتبوسه في الحلقة السادسة والاخيرة قابلت باباها بالصدفة تاني يوم حاول يتكلم معاها ويفاهمها اللي حصل لكن هي رفضت تتكلم معاها مش مصدقة ان هو بيخون مامتها في اليوم ده لما رجت على بيتها لقيت الشمع حرق كل هدايا الميلاد صاحبتها كانت زعلانة جدا وهي كانت حسة ان كل شيء ضدها فعلا قابلت اخوها الصغير واللي كان عارف ان باباها ليه صديقة قالها ان هو ومامتهم منفصلين من الفترة طويلة جدا واللي اتنين متفقين ان هما ينفصلوا بشكل رسمي بعد عيد الميلاد عرفت منه ان مامتها كمان ليها صديق بتبصلوا ومش مصدقة ان كل ده بيحصل وهي ما تعرفش لكن هو قال لها ان ده حقهم هما الاتنين لو مش قادرين يكملوا مع بعض كل واحد يعيش حياته بالشكل اللي يعيح وهي مع اخوها بالصدفة قبل تستعين واللي كان بيشتري قصة لمامته عرفت انها نفس القصة اللي كانت مامتها بتقرها لها وهي صغيرة اخوها شايفه لطيف جدا وانه هو معجب بيها بس هي قالت له ان مفيش حاجة بيننا راحت للمريضة بتاعتها وسألتها لو في يوم الايام ندمت على اختياراتها في الحياة لكن هي قالت لها الوحدة مش دايما مؤزية وانه صحيح ما خلفتش لكن في الحياة حاجات كتيرة جميلة احنا مش وقدين بالنا منها قالت لها زي مثلا ان انت تعتصي وانت بصحة كويسة خرجت من عندها واعنيها مليانة دموع اتأكدت ان الحياة مليانة حاجات جميلة بس هي اللي مش شايفاها في اليوم ده قررت تاخد اجازة في عيد الميلاد وحتقد اليوم مع عائلتها الدكتور هنريك قال لها انه سعيد جدا علشانها اول اجازة ليها من 3 سنين وفي اليوم ده قرر يتجرق ويعترف ليها بمشاعره قال لها انه معجب بيها وبيحبها ويتمنى تدي له فرصة لكن قبل ما يكملوا كلامهم عرفوا ان فيه مريض محتاج لهم وجيريه هما الاتنين بسرعة رؤول بيحاول يدحكها كعاته وبالصدفة عرفت انه بيحب نفس الفيلم اللي هي بتحبه عينيها مليانة دموع بتبصله وبتضحك دخلت عليهم فجأة صحبتها يورجين والاتنين عينهم اتعلقوا ببعض كانت وقفة في وسطهم كأنهم مش شايفينها في اللحظة دي قررت تمشي وتسيبهم لما حست ان فيه قصة حب حتبدأ ولما بصت عليهم لقيته بيديلها وردة كبيرة ويورجين اخدتها منه على طول عكسها هي لما رفضتها في وقت من الاوقات كانت سعيدة جدا علشان صحبتها لما وصلت على البيت اعتذرت لباباها اعتذرت بعد ما فهمت انه هو منفصل عن مامتها من فترة طويلة الاب قال لها حاولنا كتير بس فشلنا كان كل امنيتنا اللي انتوا ما تعيشوش اللحظات دي جيوا من العشاء اللي الكل منتظروا والعيلة كلها مستنية حبيبها ولما الباب خبط العيلة متحمسة جدا واللي توقعوا ان هو حبيبها فعلا دخل رؤول مامتها كانت سعيدة جدا لما شفته شاب وسيم وايا في قدامها وكانت سعيدة اكتر لما قالت لهم ده اكتر واحد بيدحكني في الدنيا مش مامتها بس اللي سعيدة واخوتها وكمان باباها ولما الباب خبط تاني فتحت الباب ودخلت يورجل وهي وقفت قدام عيلتها وقالت لهم ان هي كمان حتشاركهم العشاء قالت لهم كمان ان دي من الناس اللي انا مكنتش عارفة قمتهم في حياتي يمكن علشان موجودين معايا كل يوم وبقى جزء من روتيني اليومي قالت لهم انها حبيبة رؤول مامتها تصدمت والعيلة كلها بتبص مش مصدقين اللي هما بيسمعوه لكن قالت لهم الحياة مليانة حاجات حلوة بس احنا اللي مش شايفينها ولما الباب خبط تاني جوان قالت لهم في شخص تاني حيشاركنا العشاء العيلة رجعت فرحة من جديد والحماس ملل وشوش اخيرا حيتعرفوا على حبيبها جوان دخلت السيدة نير واول ما شفوها كلهم اتصدموا من جديد والسيدة نير قالت لهم ايه كأنكم فعزة لما شفتوني العيلة كلها بدأت تفوق من الصدمة ورحبوا بيها حصرها رجالة على العشاء بيجهزوا مكان للديوف التلاتة وسطهم ولما استقر كل واحد في مكانه الباب خبط تاني مامتها خلاص فهمت انه مش ممكن يكون حبيبها قالت لها مستني حد جديد ولما فتحت الباب كانت صديقتها واللي اتخرقت مع جزها ودخلت علشان تقضي الليلة معاهم اتجمعت العيلة كلها على العشاء يورجين بدأت تغني والعيلة كلها كانت ساعدة بوجودها والسيدة نير قالت لهم لما عزمتني على العشاء معاكم انا كنت خايفة جدا لكن جوهان انسانة رائعة وقدرت تقنعني بدأت تحكي ليهم حكاية واللي كانت بتسمحها وهي طفلة صغيرة والكل كان مستمتع جدا بيتبادلوا هدايا عيد الميلاد وهما بيتبادلوا هدايا عيد الميلاد الباب خبط تاني كلهم بيبصوا له جوهان ومش عارفين مين على الباب ولما فتحت الباب ابتسمت جدا لانها شافت اكتر حاجة اسعدتها الليلة دي رغم انها عرفت ان السعادة مش في وجود شخص تتمنى يكون جنبك السعادة الحقيقة موجودة في حاجات كتير حوالينا يمكن احنا مش شايفينها ومش حاسين بيها لكن لو ركزنا شوية في الحاجات البسيطة اللي حوالينا حنلاقي السعادة وده الوقت اللي خليها متقدرش تمحي من على وشها ابتسامة السعادة لانها في اللحظة دي ملكة السعادة فعلا في الموسم التاني حنشوف مين كان على الباب هل هيكون واحد من العرسان اللي حاولت توصلهم اشتركوا في القناة